موسيقى 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 نكر واساء منترهبين باسم حيث تقدم الشراكية قرنا نسحاب من هذا الجامع العام الجمعية المغربية لنصائل المجاليس تنظمونا وكذلك باتفاق مع أحزاب أخرى بطنية نظرا لأن التسير باش تحييئ لهذا المؤتمر هذا غير عادي ونعتبره احنا غير الديمقراطي ومع الأسف موقعش تشاور رغم الطلبات دي الأحزاب يقع تشاور ما بين جميع الفراقاء السياسيين باش فعلا ننظمو مؤتمر يكون تخضاع الديمقراطية ونكون تمتليه دي الجميع الجامعات جميع الأحزاب السياسية في هذا الجمعية لأنها هي جمعية دي الرواسة كما يشير اسم ديها وكما على الأسف فالإخوان من التنفيذي اللي هو المنتهية صلاحياته والتي يشرف على تنظيم دي هذا الجامع العام مع العام أنه عنده صلاحيات يشرف عليه ما قامش بهذا العامي دي هالتشاور ومفضات لهذا السحاب دي المكوينة كبيرة من فراق الجمعية من هالجام العام تنتكلم على مدن الكوبراد المريب تنتكلم على مدن المتوسطة ووحد قريبا وعلا سب هاد العلد للرؤساء اللي ينساحبه تنتكلم على واحد خمسمائة وبل اقترن خمسمائة رئيس اللي ما غالي يكونش نتكلم على العين من هناك هناك حزب تقدم مشاركية وحزب الاستقلال وحزب العلد والتنمية اللي عبروه علانية لا نساحب يلوم من هاد الجامع العام هذا لا تم إخبار الأمين العام بعد هاد الجامع العام ثلث ايام او الارب ايام قبل العيقات دياله وتتم اللقاءات اخرى مع احزاب اخرى بتنسيق مع حزب تقدم مشاركية وعادل والتنمية وبطلب من هاد الاخوان اللي يمتكلفين بانه يكون الملقاعات تشاورية في انتظارها للجامع العام واكتراحات انه يمن الانديرو هاد الجامع العام فاجعل جمع الى مراحيل تتتتتق ہیں اه المتدقات تقریر المالية والادبي وبعد expiration اشكلو الاجناف هاد الجامع العام و من دولوا جامع عام اخر تانى اللي فيكون متدقاء على تعلال تعديل الى القانع الاساسي وانتخاب الرائع لها هاكى الأخرى جامعية وكي مع الاسف فاطلا الاخوان صروا لأن العقاة دي الجامعة العام في هذا اليوم هذا بدت وكان تلاحظوا بأنه على هذا كبير من الرؤساء غير راضية على هذه الطريقة دي التسير في الوقت اللي احنا كن رؤساء جامعات احنا منتخابين طريقة ديمقراطية ممكنش نخرق القانون لأن احنا برسنا في التسير دي الجامعة دينا اخرقنا قانون غير فقرب القانون تنتحسب عليها وبالاحراء اننا نخرق القانون كجمعية ووطنية اللي كتتمثل رؤساء دي الجامعات اشتركوا في القناة